ما زالت التهديدات تحوم حول الوجود الأمريكي في العراق بل اتخذت منحاً تصعودياً مع لجوء الميليشيات الموالية لإيران إلى استخدام أسلحة متطورة في تنفيذ هجماتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن أهم ما يقلق واشنطن هو اعتماد الميليشيات على طائرات مسيرة في استهداف مواقع أمريكية مع قدرتها في الوقت نفسه على تفادي الدفاعات الأمريكية ووفقاً للصحيفة أيضاً فإن الميليشيات استخدمت طائرات من دون طيار محملة بالمتفجرات على الأقل ثلاث مرات في هجمات استهدفت قواعد عراقية بها جنود أمريكيون بما في ذلك تلك التي تعتمد عليها وكالة المخابرات المركزية وتشير الصحيفة الأمريكية إلا أن إيران تحاول التخلص من العقوبات الأمريكية من خلال استغلال الفصائل الموالية لها في العراق ومدها بالتكنولوجيا العسكرية لجعل الطائرات المسيرة أكثر تطوراً وبتكلفة منخفضة الكابوس المزعج بشأن الطائرات من دون الطيار دفع قائد القيادة الأمريكية الوسطى كينيث مكنزي إلى التحذير منها وأنها تشكل تهديداً خطيراً لافتاً إلى أن جيش بلاده يسارع إلى ابتكار طرق تكنولوجية لمكافحتها ومن الأهداف الأمريكية التي تعرضت لهجمات درونز قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وإجمالاً ومنذ أواخر عام 2019 شنت الميليشيات العراقية أكثر من 300 هجوم ضد الأهداف الأمريكية لكن الغالبية العظمى من تلك الهجمات تمت بواسطة الصواريخ كاتيوشا وفي ضوء تلك المعطيات فإن واشنطن تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بل تدرس بجدية كيفية الرد ومنع تكرار الهجمات على مصالحها في العراق والمنطقة